اهلا بكم الى جولة في الصحافة المحلية والدولية من القدس دوت كوم في رام الله البداية من الصحافة المحلية التي تابعت ملف المفاوضات وتصريحات الرئيس ابو مازن حول ذلك الى جانب العديد من القضايا والملفات الاخرى صحيفة القدس كتبت على رأس صفحتها الاولى قدرة الفلسطينيين على الوصول الى منطقة جيم مفتاح التعافي الاقتصادي والنمو الدائم والقيود الاسرائيلي عليها تحرم الاقتصاد الفلسطيني من ثلاثة فارزة اربع مليار دولار حاليا وفي الصحيفة ايضا الحمد الله يشدد على اهمية دعم مناطق جيم واقامة مشاريع اقتصادية فيها الرئيس على الحكومة الاسرائيلية منع اعتداءات المستوطنين وليس ابداء الانزعاج منها منظمات يهودية ونشطاء في ليكود يحرضون على اقتحام الاقصى والصلاة فيه لمدة اسبوع اما الصحيفة الحياة الجديدة فكتبت الاساءة للنبي باي خلق كتبت واشجار الزيتون باي حق كسرت وفي عنوان اخر الرئيس على الحكومة الاسرائيلية منع اعتداءات المستوطنين وزعيمة حزب العمل تقول نيتانياهو لم يترك املا للسلام وفي الصحيفة ايضا ثلاثة اعتداءات في مصر احدها صاروخي في القاهرة ونطالع في صحيفة الايام الرئيس يستقبل عددا من اعضاء الكنيسة الفترة المحددة للمفاوضات كافية للتوصل لاتفاق مستوطنون يحطمون اشجار زيتون في رأس كركر ويحرقون سيارتين ويعتدون على مسجد ببيت اكسا عبدربو نيتانياهو هو المتطرف الاسرائيلي الاول ونستعد لاحتمال انهيار هذه المفاوضات الهشة ونطالع ايضا البردويل القيادة المصرية لديها قرار بمقاطعة غزة وبمحاصرة المقاومة استرضاء لاسرائيل ننتقل الى الصحفة الدولية التي ما زالت تتابع الاحداث في مصر وفي سوريا صحيفة الشرق الاوسط السعودية ابرزت العروين التالية خادم الحرمين يؤكد دعم السعودية لمصر ضد الارهاب والضلال والفتنة هجمات ضد الجيش والشرطة تخلف ثمانية قتلى صبيحة ليلة دامية في القاهرة السيسي يقول ادركت ان مرسي ليس رئيسا لكل المصريين وقلت له لقد فشلتم وفي الصحيفة ايضا النظام يستعيد طريق امداد يصل حماء بحلب والمعارضة تتهمه بتهجير تركومان من ترطوس اتفاق امريكي روسي لعقد مؤتمر السلام السوري في جينيف منتصف نوفمبر اما صحيفة الحياة اللندنية فكتبت خادم الحرمين يؤكد الوقوف مع مصر ضد الارهاب والضلال والفتنة الارهاب الجوال من سيناء الى القاهرة والاخوان يدعون الى التظاهر الجمعة كيري ينوه بامتثال الاسد والجربة يندد بالمحتل الايراني وفي الصحيفة ايضا ليبيا عملية ابو انسي الليبي تفتح الباب لمواجهة بين حكومة زيدان والجهاديين خطام اقوال الصحف اترككم مع الرسوم الكاريكاتيرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة